عارف انت الراجل اللي كل شوية يزعى لمراته علشان بتجيب بنات بس وكل ما تخلف تخلف بنات برضو ومش بتجب له الولد اللي نفسه فيه الراجل المسكين ده ما يعرفش انه العلماء قدروا يتوصلوا الى ان المسكول عن تحديد جنس الجنين هو الراجل مش الست على عكس ما كانت الناس معتقدة قبل كده العلماء لما اكتشفوا الكرومسمات الجنسية في خلايا الزكر والعنسة فهموا ان اللي بيحدد نوع الجنين سواء كان ولد او بنت هو الراجل مش الست طيب تعال نجيبي الموضوع من اوله ونفهم ليه الدرس ده بعنوان تحديد الجنس في الانسان والحالات الكرومسمية الشازة في الانسان من شرح احياء اولى سنوي في الدرس الاول عرفنا ان نظرية الكرومسمية وعرفنا ان الجسم بيتكون من خلايا الخلايا دي في منها نوعين خلايا جسدية او خلايا جسمية ودي اي خلايا بتدخل في تكوين الجسم زي المعدة والكبد والجلد وحتى برضو الخصية في الزكر والمبيض في الانسة خلايا جسدية والنوع التاني من الخلايا وهي الخلايا الجنسية او الامشاج واللي اسمع برضو الجاميطات ودي الخلايا اللي بيكونها جنس معين يعني في الزكر بيكون في الحيوانات المنوية وفي الانسة بتكون في البيضات الخلايا بشكل عام بتتكون من جشاء وسيتوبلازم وعضيات ونواة وهكذا النواة دي بيكون هوها الكرومسمات الكرومسمات دي بقى هي اللي عليها كل المعلومات بتاعة الشخص ده من خلال الجينات اللي بتحملها عليها كل المعلومات زي لون الشعر والعين والطول واي حاجة بتخص الجسد ومعلومات الجسد فبنقول عليها الكرومسمات الجسدية وبرضو بيكون فيه كرومسمات عليها معلومات الجنس بتحدد لنا النوع سواء كان ذكر ولا أنسة والكرومسمات دي اللي هي X أو Y وبيكون اسمها الكرومسمات الجنسية عايزين بس نميز ما بين الخلايا الجنسية والجسدية والكرومسمات الجنسية والجسدية الخلايا الجسدية بتحتوي على اتنين نون يعني ستة واربعين كرومسمة أربع واربعين منهم بيكونوا كرومسمات جسدية والتنين بيكونوا كرومسمات جنسية يعني 44 كروموسومات بيحملوا الصفات الجسدية و 2 كروموسومين 2 بيحملوا الصفات الجنسية اللي بتحدد لنا نوع الجنس سواء كان زكر ولا أنسى وبالتالي لما نمسك خلية جلد مثلا في زكر جلد يعني خلية جسدية يعني فيها 46 كروموسوم وطالما في زكر يبقى بتحتوي على 44 كروموسوم جسدي زائد X و Y اللي هي الكروموسومات الجنسية واللي بتعرفنا أن ده زكر مش أنسى طب لو قلت لك هتلي التركيب الصبغي لخلية معدة الأنسى خلية معدة الأنسى يعني خلية جسدية يعني بيكون فيها 46 كروموسوم 44 كروموسوم جسدي وطالما دي أنسى يبقى فيها 2 كروموسومين جنسيين وهم X والX وكذا وبكذا احنا استنتجنا أن الكروموسومات الجسدية بتكون متشابهة في الزكر والأنسى إنما اللي بيختلف ما بين الزكر والأنسى هي الكروموسومات الجنسية إنما النوع التاني من الخلايا وهي الخلايا الجنسية بتحتوي على نون بس يعني مجموعة صبغية واحدة يعني 23 كروموسوم بينقسمه إلى 22 كروموسوم جسدي زاية كروموسوم واحد جنسي يعني مثلا البويضة دي بيكون فيها 23 كروموسوم 22 كروموسوم جسدي وطالما هي بويضة يبقى فيها الكروموسوم الجنسي اللي هو X والكروموسوم الجنسي X بيكون ثابت في أي بويضة والحيوان المنوي خلية جنسية يعني بيكون فيه 23 كروموسوم 22 كروموسوم جسدي زاية كروموسوم جنسي لحد هنا ونبدأ نميز الكروموسوم الجنسي في الحيوان المنوي ممكن يكون X وممكن يكون Y والطفل أو الجنين بيتكون نتيجة اتحاد الحيوان المنوي مع البويضة فلما يبقى معانا حيوان منوي فيه 22 زاية X مع بويضة 22 زاية X الجنين كده هيكون 44 زاية XX فيبقى كده أنسى إنما لما يبقى فيه حيوان منوي فيه 22 زاية Y مع بويضة 22 زاية X يبقى كده للجنين 44 زاية X و Y ويبقى كده النوع زاكر تعالوا بقى نفرق ما بين الكروموسوم X والكروموسوم Y الكروموسوم X بيكون أكبر في الحجل وبالتالي بيحتوي على عدد جينات أكتر إنما الكروموسوم Y بيكون أصغر في الحجل وبالتالي عدد الجينات اللي بتكون فيه أقل من حيث الحركة الكروموسوم X طالما أكبر بيكون أبطأ في الحركة على عكس الكروموسوم Y الصغير اللي بيكون أسرع في الحركة الكروموسوم X بيتواجد في جميع الخلايا الجسدية سواء كانت في الزكر أو الأنسة علشان كده اسمه كروموسوم الحياة يعني الكائن اللي مفوهش الكروموسوم X بيموت لأن الكروموسوم X هو كروموسوم الحياة إنما الكروموسوم Y بيكون موجود في جميع الخلايا الجسدية في الزكر فقط علشان كده اسمه الكروموسوم المحدد للجنس الكرموسوم X بيكون موجود في كل البوايدات يعني أي بوايدة بيكون فيها الكرموسوم X لأنها بتحتوي على 22 زايد X لكن Y مش بيكون موجود في كل الأمشاك المذكرة لأن الحيوان الملويد ممكن يكون 22 زايد X وممكن يكون 22 زايد Y كمان الكرموسوم X بيختلف على الكرموسوم Y في نوع الجينات اللي في كل واحد منه بمعنى أن الكرموسوم X عليه جينات الجينات دي هي شفرة لمجموعة من الهرمونات الهرمونات دي هي اللي بتكون المبيض في الأنسة والكلام ده بيحصل بعد مرور 12 أسبوع من الحمل يعني حوالي 3 شهوق إنما الكرموسوم Y بيكون هرمونات والهرمونات دي هي المسؤولة عن تكوين الفسطين في الزكر وده بيحصل خلال 6 أسابيع من الحمل يعني حوالي شهر ونص وبكده إحنا ما بنقدرش نحدد نوع الجنين اللي بعد مرور 3 شهور من الحمل علشان نعرف نميز الخسطين عن المبيضين نيجي بعد كده للعنوان التاني اللي معاله وهو الحالات الكرموسومية الشازة في الإنسان بص تعالى كده نرجع خطوة وراء علشان نفهم أكتر الأمشاج اللي هي البويضة والحيوان المنوي بتتكون من الانقصام الميوزي لخلايا المناسب يعني في الزكر خلايا الخصية اللي هي خلايا جسدية فيها 2 نون يعني 46 كرموسوم يعني 44 كرموسوم جسد زاد X و Y بتنقسم بانقصام ميوزي فبتكون لنا حيوانات منوية فيها نون بس يعني 23 كرموسوم بس والحيوان المنوي ممكن يكون 22 زاد Y أو 22 زاد X وفي الأنسة كذلك برضو خلايا المبيض اللي هو 2 نون اللي بيكون فيه 46 كرموسوم يعني 44 زاد X و X بتنقسم بانقصام ميوزي فبتدينا نوع واحد من الأمشاج على عكس الزكر اللي بدينا نوعين من الأمشاج والنوع الأمشاج اللي هو البويضة والبويضة بتحتوي على 23 كرموسوم اللي هما 22 كرموسوم جسدي زاد الكرموسوم X الكلام ده هو الطبيعي اللي بيحصل في أي انقصام ميوزي فبتكون لها الأفراد بشكل طبيعي إنما الكرموسومات لما بتتوزع بشكل غير متساوي أثناء تكوين الأمشاج دي بسبب مثلا إن الكرموسومات دي ما بتنفصلش عن بعضها وبتفضل مسكة بعضها فبتكون أمشاج غير طبيعية سواء كان فيها كرموسومات زيادة أو فيها عدد أليل من الكرموسومات فبتتكون الحالات الكرموسومية الشازة نتيجة الأمشاج الشازة اللي تكونت دي زي مثلا أول حالة معنا وهي حالة كلين فيلتر اللي اكتشفها دكتور كلين فيلتر ودي حالة بتحصل بسبب إغصاب ويضة شازة بيكون فيها 22 كرموسوم زياد X و X مع حيوان منوي بيكون فيه 22 كرموسوم زياد Y والحيوان المنوي طبعا طبيعي فبتكون لنا فرض فيه 44 كرموسوم زياد X X و Y وطبعا كده دي حالة شازة لأن الطبيعي يئم 44 زياد X و X أو 44 زياد X و Y والجنين ده بيكون ذكر بسبب وجود الكرموسوم Y وبكده الخلايا بيكون فيها 47 كرموسوم بدلا من 46 كرموسوم والحالة دي اسمها زكر كلين فينتر وزكر كلين فينتر بيكون عقيم بسبب غياب الخلايا اللي بتكون الحيوانات المنوية عند الزكر وكمان بيظهر عليه بعض صفات الأنسة زي مثلا نمو وحجم السديين وده طبعا بسبب وجود الكرموسوم X بشكل زايد عن الحد فبيحصل خلال في الهيرمونات الجنسية لأن طبعا الجينات اللي بتكون موجودة على الكرموسوم X بتعبر عن نفسها وطبعا في الحالة دي بيكون عندنا 2X يعني الجينات أكتر هتعبر عن نفسها بدرجة أكبر الحالة التانية وهي حالة تيرنر ودي اللي اكتشافها دكتور تيرنر والحالة دي بتحصل بسبب إخصاب بويضة شازة بيكون فيها 22 كرموسوم جسدي زايد 0 كرموسوم جنسي مع حيوان منو طبيعي 22 كرموسوم جسدي زايد X فبيتكون لنا فرض فيه 44 كرموسوم زايد 0 و X وطبعا دي بتكون أنسة لأن مفيش الكرموسوم Y وبكده عدد الكرموسومات كلها 45 كرموسوم اللي أمه 44 كرموسوم زايد X ودي بتكون أنسة مش بتوصل لمرحلة البلوغ بسبب أن مفيش كمية كافية من الهيرمونات وكمان في بعض العيو الخلقية في القلب والكلاء وبتكون كصيرة القامة وبكده نستنتج أن المشترك ما بين زاكر كليم فينتر وأنسة تيرنر هو عدد الكرموسومات الجسدية هنا 44 وهنا برضو 44 لكن بيختلفوا عن بعض في عدد الكرموسومات الجنسية وبالتالي في عدد الكرموسومات كلها في زاكر كليم فينتر عندنا 47 كرموسوم إنما في أنسة تيرنر عندنا 45 كرموسوم طيب لو حصل إغصاب ما بين بوايدة شزة فيها 22 كرموسوم جسدي زايد 0 مع حيوان منو فيه 22 كرموسوم زايد Y في الحالة دي هيكون عندنا 44 كرموسوم زايد 0 و Y لا مش هيتكون أصلا بسبب غياب الكرموسوم X واللي احنا قلنا عليه اسمه كرموسوم الحياة نيجي بعد كده للحالة الثالثة وهي متلازم الدون اللي اكتشافها الدكتور دون ومتلازم الدون سببها هو إغصاب مشيك طبيعي بمشيك تاني شاز سواء كان حيوان منوي أو بوايدة المشيك الشاز بيكون سليم في الكرموسومات الجنسية ولكن المشكلة في الكرموسومات الجسدية الكرموسوم الجسدي رقم 21 بدل ما بيكون فرض واحد بس بيكون اتنين وبالتالي كده بعد الإغصاب ما بين البوايدة والحيوان المنوي بيتكون لنا شخص عنده 47 كرموسوم 45 كرموسوم جسدي زائد X و Y لو هو زكر أو 45 كرموسوم جسدي زائد X و X لو هي أنسة يعني كده سبب متلازم الدون هو وجود 3 نسخ من الكرموسوم رقم 21 طيب ليه متلازم الدون في منها زكر و أنسة؟ مع أن كليم فينتر في منه زكر بس و تيرنر بيكون في منها أنسة فقط السبب طبعا لأن متلازم الدون مشكلتها في الكرموسومات الجسدية وليست الكرموسومات الجنسية وبالتالي المشكلة بتكون مشكلة جسدية وليست مشكلة جنسية فبيكون في الجنسيين طبيعي عادي خالص الزكر و الأنسة إنما المشاكل بتكون في الجسد فقط على عكس كليم فينتر و تيرنر مشكلتهم بتكون في الكرموسومات الجنسية فيبقى في منها نوع واحد بس سواء كان زكر أو أنسة أعراض متلازم الدون هو تأخر النمو و تأخر الفهم و بيكون في وجه بيضاوي و قصر القامة و مؤخرة الرأس بتكون مسطحة و قصر أصابع القدمين و اليدين و صغر الأزن و تحدق و ضيق العيون كمان برضو بيكون في حالة كرموسومية شزة اسمها التضاعف الجنسي بيكون سببها إقصاب ويدا شزة فيها 22 كرموسوم جسدي زائد X و X بحيوان ما لو طبيعي فيه 22 كرموسوم جسدي زائد X فبيكون التركيب الصبغ للفرض الناتج 44 كرموسوم جسدي زائد 3 X و دي حالة كرموسومية شزة اسمها التضاعف الجنسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي